السلام عليكم ويعطيكم العافية أنا زميلكم كرام دروي شوفي هاي المحاضرة رح ناخد السمري أو الملخص لمادة الامبريولوجي لامتحان الفاينال في الجامعة الأردنية طيب بالأول لا تخلي كلمة سمري تخدعك المعلومات مركزة جدا في هذا السلايد ففي عنا كثير معلومات جديدة كثير مسميات ومصطلحات جديدة لكن إن شاء الله عادي الموضوع بسيط بس القصد إنه بدك تعطي الموضوع حقه بدنا نحاول نفهمه 100% وناخد وقتنا في الموضوع عشان عن جد تتمكن منه وتقدر تحل الأسئلة اللي موجودة على هاي المادة أما إذا بس حفظة حفظ امشيت على السلايدات كل الكلمات هي كلمات غريبة عليك فما رح تعرف تتذكرها فقدر الإمكان بدنا نتمكن منها ونطلع فاهمين لكن طبعا ضمن وقت منطقي ما رح نعطي الموضوع أكبر من حجمه وعشان هيك أنا ضفت لكم كثير صور من شرحي عشان يعني تقدر تتخيل الموضوع طيب قبل ما نفوت نحكي شو هي الإمبريولوجي شو هي الإمبريولوجي يعني علم الأجنة هو العلم الذي يبحث فيه تطور الجنين شو يعني؟ يعني بدنا نشوف الجنين من لما كان خلية وحدة أو حتى قبل ما يكون خلية وحدة لحد ما يتكون البني آدم بالشكل اللي بنعرفه هلأ دائما بنحكي أنه عندنا التكاثر في الإنسان هو تكاثر جنسي يعني لازم يكون في ذكر يقدم السبيرم ولازم يكون في أنثى يتقدم بويضة أو 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 سايت تمام؟ الذكر بيقدم نص عدد الكروموسومات بنحكي 1N والأنثى بتقدم نص عدد الكروموسومات لازم يتحدوا مع بعض بعملية اسمها الإخصاب بينتج عندي بويضة مخصبة فيها 2N أو العدد الكامل من الكروموسومات ليش؟ عشان نضمن تنوع أنه الذكر بيعطي صفات لابنه والأنثى بتعطي صفات لابنها فبيصير في عندنا فرد جديد المهم بيصير عندي هون بويضة مخصبة أو اسمها زايغوت أو وما إلى ذلك بتكون خلية واحدة بتنقسم بصيره تنتين تنتين بصيره أربعة تمانية ستة عشر تنين وتلاتين أربعة وستين ضلك زيد 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 لحد ما يصير عندي مليارات الخلايا والبني آدم بالشكل اللي بنعرفه هلأ وإحنا بندرس إمريولوجي بنحاول نقسم هلأ يعني فترات رئيسية فأول إشي راح ندرس الأسبوع الأول أوكي يعني خلينا هيك نحكي إنه من الأشياء اللي راح ندرسها هو الفيرست ويك أوكي هلأ بنحكي عن تفاصيله بعدين ندرس السكند ويك أو الأسبوع الثاني بعدين بندرس الثيرد ويك أو الأسبوع الثالث وبعدين بندرس ما بعد الأسبوع الثالث يعني هيك بصير فيه إنه إشي اسمه أو المشتقات بنحكي عنها بمكانها بس بدي هيك تتخيل تقسيم المادة المفروض إحنا بندرس أول إشي كيف الذكر بيعمل سبيرم ما راح نذكره هلأ في الفاينل بعدين لازم نذكر كيف الأنثى بتعمل بويضة ما راح نذكره هلأ بالفاينل لكن راح نحكي عن الدورة الشهرية عند الأنثى اللي إلها علاقة بتكوين البويضات فرح نحكي بشكل خفيف عن تكوين البويضة في الأنثى بعدين راح نحكي عن الفيرتلايزيشن أو الإخصاب اللي هو كيف باتحد هذا السبيرم مع هاي الأو أوسايت أو الحيوان المنوي مع البويضة بعدين عنا الأسبوع الأول بعدين عنا الأسبوع الثاني بعدين عنا الأسبوع الثالث بعدين عنا ما بعد الأسبوع الثالث بالإضافة لها كمان موضوع صغير بنحكي عنه في مكانه بس خليك هيك متخيل التقسيمة تبعتنا طيب نبدأ أول موضوع راح نحكي عنه أول موضوع فرعي بالنسبة لنا بدون من نرقم بس المهم أنه هون أول إشي راح نحكي عنه اللي هو سايكل الدورة اللي هي الدورة الشهرية عند الأنثى على مستوى الأوفري هي أول شي شو هي السايكل هاي هي عبارة عن مجموعة من التغيرات الدورية أو الشهرية اللي بتصير عنده الأنثى لتكوين البويضات الذكر ما عنده زي هيك الذكر بشكل مستمر بيصنع سبير مسبير 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 24 ساعة بيكون بيصنع ما في مشاكل لكن الأنثى العملية عندها أكثر تعقيدا أوكي فبيكون في عندي تغيرات منتظمة بتصير هي بنعتبرها السايكل هلأ الأوفيريان سايكل اللي هي التغيرات على مستوى الأوفري أو المبيض والمنسترول سايكل هي التغيرات على مستوى الرحم شو الفكرة الأنثى عندها هون الرحم هذا الرحم اللي هو الجزء اللي لازم يستقبل الجنين وعندنا هون اللي هو هون الأوفيري وهون أوفيري أو اللي هي المبيض هذا المبيض هو مصنع البويضات فهدف الأنثى إنها تصنع بويضة ويدخل سبير ويتحدو ويصير عندنا حمل جوه الجنين فكل شهر الأنثى بتجهز حالها بتجهز بويضة وبتجهز الرحم على أساس لو صار في حمل أستقبله بأغلب الحالات ما بيصير في حمل فبيصير في نزيف عند الأنثى اللي هي المنسترول بليدين فأنت هيك بدك تكون متخيلة الموضوع غريب عند الأنثى لأن الأنثى عندها وظيفة كثير صعبة إنها بدها تحمل الجنين الذكر لا فعشان هيك ما بهمه خلص صنع سبيرم صار فيه إخصاب خير وبركة ما صار ما بفرق معه السبيرم لكن الأنثى بدها تستقبل الجنين عشان هيك العملية منظمة عشان هيك فقط بويضة وحدة كل شهر بتجهزها وبنفس الوقت بتجهز الرحم بأغلب الحالات هذا التجهيز على الفاضي ما في حمل بيطلع عندي نزيف أوكي بعدين بترجع الشهر اللي بعده بتجهز الرحم كمان مرة ما بيصير في حمل على الفاضي بترجع بنعيد ونعيد ونعيد لحد ما تصدف يصير في حمل طيب المهم هاي المنسترول سايكل هي مجموعة تغيرات بالعادة بتاخد لها 28 يوم تختلف من أنثى لأخرى بس المهم هلأ في شوية أساسيات من مادة المد اللي هي أنه الأنثى بتكون بتصنع بويضات بيكونوا موجودين جوا فوليكل هاي الفوليكل هلأ خليني أحكي اسمها برايمورديال فوليكل أوكي بعدين بتصير برايمري فوليكل بعدين سكندري بعدين غرافيان بغض النظر المهم أنه هذا الغطاء اللي باللون الأحمر هو الفوليكل أو الحويصلة بينما هاي اللي باللون الأزرق هي البويضة المهم على مستوى الأوفري أول إشي متى بتبلش الدورة الشهرية عند الأنثى؟ عند البلوغ مين اللي بيقرر البلوغ غدة اسمها الهايبوثالمس أو تحت المهاد هاي اسم جديد بدك تنتبه عليه سو الهايبوثالمس بتفرز هرمون اسمه الجي ان ار اتش جونادوتروبين جوناد يعني غدة جنسية ريليزينج هرمون لأنه بالنهاية رح يأثر على الغدد الجنسية بس المهم أنه جي ان ار اتش وجي ان من جوناد يعني غدة جنسية المهم الهايبوثالمس بفرز جي ان ار اتش عشان يؤمر هاي اللي هون اللي اسمها الانتيريور بتويتري إنها تفرز أولا الاف اس اتش وبعدين رح يكون عندي الال اتش عشان أشرح لك شغلة شوف تنظيم جسمنا بتم من خلال عدة غدد الهايبوثالمس دايما بوصفها أنا إنه هي البيك بوس هي اللي بتسيطر الانتيريور بتويتري هي سكرتيرتها اوكي فالهايبوثالمس بده يحكي مع المبيض بس ما بيحكي مباشرة فهو بيحكي لها سكرتيرتو بيبعتلها جي ان ار اتش بيحكي لها اتواصلي انتي مع القوناد فهي بتفرز لهم الاف اس اتش والال اتش فيك أنا بحب أتخيلها إنه هذا البيك بوس اوكي وهاي السكرتيرا فالبيك بوس مش منطق يقعد يحكي مع واحد واحد خلاص بيحكي لها السكرتيرا رنيلي على فلان فبفرز جي ان ار اتش للانتيرور بتويتري عشان تبدأ تفرز أولا الاف اس اتش وبعد فترة بيجي الال اتش المهم اف اس اتش من وين ايجا اسمه لازم تحفظه فوليكيولر ستيميولاتينج هورمون ايش فوليكيولر ستيميولاتينج هورمون يعني اهم ايش حرف الاف لانه بيأثر على الفوليكيول فشايف هاي الفوليكيول بيكون اسمها برايمورديال يعني بداي بعدين بيصير اسمها برايمري يعني اولي بعدين بيصير اسمها سكندري يعني ثانوي واخر ايش بيصير اسمها غرافيان غرافيان على اسم العالم اللي هو هذا الشكل فبالاول بيجي عندي الاف اس اتش بيخلي البويضة تظلها تكبر 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 او يعني يس مش البويضة نفسها الفوليكيول تبعتها بتظلها تكبر من برايمورديا لحد ما تصير غرافيا هلأ أنا هدفي هاي البويضة بدي أطلعها مش حكينا بالنهاية هدف الأنثى تطلع بويضة فلازم يصير عندي عملية اسمها الإباضة الإباضة إنها تنفجر هاي الفوليكل ونطلع البويضة شايف كيف هاي البويضة بديك تتخيل إنه حرفيا هيك بيصير بنبلش نعصرها 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 لحد ما تنفجر وتطلع منها هاي البويضة واللي ضل بتحول إلى جسم اسمه الجسم الأصفر كورباس يعني جسم لوتيم يعني أصفر فبيكون عنا هون الكورباس لوتيم هاي التغيرات بتتم بفعل الـ LH يعني الـ FSH الاشي الوحيد اللي عمله ضل يكبر الفوليكل تكبر الفوليكل تكبر الفوليكل تكبر الفوليكل غير هيك ما بيعمل الـ LH بيخلي هاي الفوليكل تنفجر هذا واحد فهو بيعمل عملية اسمها الأوفيوليشن الإباضة فبتنفجر وبنطلع البويضة وهو سمي LHL من لوتينايزنج يعني الهرمون المصفر لأنه بيصنع جسم أصفر حرفيا لونه أصفر فعشان هيك اسمه الكورباس لوتيم وهذا الهرمون اسمه الـ LH فتكون عندي هذا الكورباس لوتيم هذا الكورباس لوتيم بيظل يفرز هرمونات هلأ بنحكي عنها بفرز 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 إذا صار حمل بيظل عايش ما صار حمل بيصير لونه أبيض وبيضمحله بيموت بيصير اسمه كورباس الجسم الأبيض أوكي طيب نرجع نجمع الآن عند البلوغ الهايبوثالمس أفرزت GNRH راح للسكرتيرا اللي هي الأنتيرور بتويتر يخلاها تفرز الـ FSH أولا بيخلي الأوفري تدخل بمرحلة بنسميها الـ Pre-Ovulatory يعني قبل الإباضة شو بيصير فيها الفوليكل بيظلها تكبر 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 لحد ما توصل لهذا الشكل بعدين على اليوم تقريبا 14 خلينا نحكي شو بيصير عندي بيطلع الـ LH الـ LH شو بيعمل بيعمل الـ Ovulation بيخلي هاي تنفجر فتطلع البويضة هاي البويضة بالنهاية بتدخل هون عشان تروح تدور على سبيرم وما تبقى اللي هي الفوليكل اللي كان هون أنا راسمها باللون الأحمر بيصير لونها أصفر بيصير اسمها الكورباس لوتيم بتظلها تفرز لهرمونات مهمة عشان يجهز الرحم لاستقبال الجنين إذا صار في حمل بيضل هذا الكورباس لوتيم لفترة طويلة ما صار في حمل بيصير لونه أبيض وبيموت وهاي المرحلة بعد الإباضة اسمها Post-Ovulatory فش أسهل من الأسماء قبل الإباضة الإباضة بعد الإباضة Pre-Ovulatory يعني قبل الإباضة Ovulation إباضة Post-Ovulation يعني بعد الإباضة شغلة كثير مهمة اللي هي الهرمونات اللي أعدى بتنفرز أثناء هاي المرحلة بلي Pre-Ovulatory بتكون الفوليكة اللي بتفرز إستروجين فقط أوكي الإستروجين بيكبر بطانة الرحم هلأ بنحكي عنها باليوتيراين تشينجز أو المنسترول تشينجز المهم الإستروجين بحد ذاته بيضلي يكبر بطانة الرحم تكبر بطانة الرحم تكبر بطانة الرحم تكبر بطانة الرحم أوكي بعدين لما ييجي الكوربس لوتيم شو اللي بيميزه إنه مش بس بفرز إستروجين بفرز كمان أهم اللي هو البروجستيرون البروجستيرون ما بيخلي بطانة الرحم تكبر أكثر من هيك لكن المهم إنه بيخليها تفرز إفرازات مهمة لاستقبال الجنين في حال صار في حمل يعني هذا البروجستيرون خلى الرحم يفرز إفرازات عشان إذا صار في حمل أستقبل الجنين بسي ما حكيت لك بأغلب الحالات ما رح يصير في عندي حمل هلأ هلأ بنفوت بالتفاصيل اللي هون بس مبدئيا أنت لازم تعرف أسماء المراحل أوكي لازم تعرف أسماء الهرمونات ممكن يسألك مين اللي أفرز الإستروجين تحكي لي الفوليكل مين أفرز الإستروجين والبروجستيرون هو الكوربس لوتيم طيب شو بيصير بالكوربس لوتيم إذا ما في حمل بتحول إلى الآن نروح نشوف التغيرات على مستوى الرحم على مستوى اليوترس نشوف نبدأ من هون اللي هو تقريبا من يوم ستة وهلأ بتعرف ليش من يوم ستة بيكون الأوفري بتكون بمرحلة الـ فبتظلها تفرز إستروجين 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 هذا الإستروجين بيأدي إلى زيادة سمك بطانة الرحم عشان هيك بيكون الرحم في البروليفراتف فيز شو يعني؟ يعني بيكون بيطانة الرحم أعدة بتنمو بالمناسبة الرحم بتكون من عدة طبقات طبقة غطاء طبقة عضلات وطبقة اللي هي البطانة اللي هي الإندومتريام هاي الإندومتريام بتنقسم إلى طبقتين ستراتم بيزالي وستراتم فانكشنالس معلومة كثير مهمة لستراتم بيزالي هي الطبقة القاعدية اللي لا بتكبر ولا بتصغر دايما موجودة فاسمها ستراتم ستراتم يعني طبقة المهم كلمة بيزالي إنها الطبقة القاعدية دايما موجودة لا بتكبر لا بتصغر ولا بيصير فيها أي تغيرات التغيرات كلها وين على الستراتم فنكشن هالس شو بيصير فيها الاستروجين وظيفته طلع انه بيزيد الثكنيس بلا تكبر 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 عشان هيك هاي المرحلة من اليوتيراين سايكل او من المنسترول سايكل اسمها البروليفراتيف فيز فيها زيادة سماكة بطانة الرحم طيب بعدين لما ييجي الكورباس لوتيم الكورباس لوتيم فيه بروجستيرون لبروجستيرون لاحظ انه بيخلي الاندومتريام اكثر تعقيدا وبيخلي يفرز افرازات فهاي المرحلة اسمها السكراتوري فيز بعدين اذا في حمل بيضل اليوتيراس اثناء مرحلة الحمل كلها بيضل في السكراتوري فيز بيضل في عندي افرازات لكن اغلب الحالات ما رح يصير في حمل فشو بيصير عندنا؟ بيموت الكورباس لوتيم بيصير كورباس البكنز بيبطل يفرز لا استروجين ولا بريجستيرون شو بيصير في هاي الاستراتام فانكشنالس؟ بتموت عرفت علي؟ لما تموت بتتقشر هاي الخلايا وبتنزل من خلال الفاجاينة اللي هي المنستر والبليدنج اللي بتشوفه الانثى وهاي اسمها المنسترويشن اوكي اللي هي الطمث بالنسبة لنا فهي التغيرات اللي بتصير على مستوى الاندومتريام لازم تحفظها وتتمكن منها وتحاول تخلي فيه تزامن انه يعني لما يكون اليوترس في البروليفراتف فيز الاوفري بتكون في البري اوفيولاتوري لما يكون في السكريتوري بتكون الاوفري بالبوست اوفيولاتوري صح ولا لازم تعرف تزامن هاي المراحل وليش هذا اليوم ما اعتبرناه صفر؟ هو الاصل اعتبر هذا اليوم صفر اوكي وهذا مثلا يوم عشرة وهذا يوم مثلا 24 وهذا 28 عشان يسهلوا على الانثى تعد الدورة الشهرية تبعتها بتقدرش تعد من هون هي بتقدر تعد من لما يصير فيه نزيف فخلاص اتفقوا انه يوم النزيف نعتبره هو اليوم الاول هي سايكل بالنهاية بتبدأ هون بتنتهي هون تحب تبدأ هون بتنتهي هون فعادي بتبدأ من وين ما بدك فقرروا انهم يبدوا من هون عشان يسهل على الانثى انها تعد لانه هذا اليوم 14 هو اليوم اللي فيه خصوبة عند الانثى فاذا بدها تجيب ولاد لازم يكون فيه يعني عملية جنسية خلال هاي الايام اذا ما بدها لازم تبعد عن هذا الوقت اوكي طيب يعني خلينا بس اوكي هلأ منيجي لهاي خلينا نروح لالسلايدات اوكي الان معلش انا بعد تذري ممكن كل شوية رح اشرب شوية مي لانه شوي صوتي مش باحسن حالاته بس بحاول اني ما اتأخر عليكم بهذا الفيديو المهم الان الاوفيريان سايكل اللي هي التغيرات على مستوى الاوفيري شو تعريفها هي تغيرات دورية وين بتصير بالاوفيري افري لونر منث انا مش مع هاي الكلمة انه كل شهر قمري لانه بيكون مش بالضرورة انها مرتبطة بالقمر وبحكي لك انها 28 يوم تقريبا 28 يوم فيه اناث بتكون عندهم 27 ممكن تكون 26 مرات تكون 29 مرات 30 اوكي فماشي المهم انك تعرف انها تقريبا 28 واكيد بتصير بالفيرتايل بيريود يعني بفترة الخصوبة يعني بتصير بعد البلوغ ما بتصير عند الانثى قبل البلوغ اوكي وطبعا شرط انها تكون لان بريجننت لبريجننت بتتوقف عندها التغيرات خلص اذا صارت بريجننت بنثبت على هذا الكوربس لوتيم وبنثبت هون بالسكرتوري فيز لحد ما تولد طيب الأوفيريان سايكل ثلاث مراحل المرحلة الاولى بنسميها الـ pre-ovulatory اسمها الثاني الفوليكولر قبل الـ ovulation او follicular لانه بتكون الفوليكول الاعداء بتكبر المرحلة الثانية وهي قصيرة اللي هي الـ ovulation الاباضة المرحلة الثالثة هي الـ post ovulatory او اللوتيال يعني الصفرة لانه فيها الكوربس لوتيم طيب كهرمونات عندي الـ hypothalamus بفرز هذا الـ GNRH الـ GNRH بيحفز الـ anterior pituitary اللي هي سكرتيرا احنا سمناها انها تفرز الـ FSH والـ LH بالأول بيكون عندي الفوليكل stimulating hormonal اللي هو FSH هو اللي بيعمل المرحلة الاولى اللي هي الفوليكولر او الـ pre ovulatory بيخلي يصير في عندي maturation من primordial الى primary الى secondary الى tertiary اللي هي اللي مهم انه في عندي تطور للفوليكل وهاي الفوليكل بتظلها تفرز estrogen هذا الـ estrogen هو اللي كان يخلي بيطانة الرحم تزيد في thickness طيب بعدين عنا الـ LH اللوتينيزينج هورمون تأكت مينلي على second stage هي شو اللي بتعمله بتعمل الـ ovulation يعني بتعطيك final maturation للفوليكل بعدين ovulation انها تنفجر اوكي لما تنفجر هاي الربتشارد فوليكل بيصير لها convergent تحول الى corpus لوتيم اللي بحطر لك عليه خطوط هي اللي بدك تركز عليها وتحفظها بعدين هذا corpus لوتيم بفرز البروجستيرون زائد استروجين اه زائد استروجين مليون بالمية تمام الدكتور مش كثير مركز لنا هلأ على الاستروجين عشان انه بس تركز على الاشي المميز اللي هو البروجستيرون مس انا برأي ما بصير انك ما تعرف الاستروجين اوكي corpus بفرز الاستروجين والبروجستيرون مية بالمية هاي المعلومة طيب المهم ما رح نركز عليها كثير المهم انه هو الوحيد اللي هلأ شايفينه بفرز البروجستيرون طيب نرجع الستيجز كما مرة بتفاصيل اكثر اللي هي النص الاول شايف انه مش ملخص فعليا كل المعلومات موجودة عشان هيك رح ياخد معنا وقت المهم الانتيريور لوب افرز ال FSH حفز لبرايموردي الفوليكل انها تتحول الى برايمري ثم الى سكندري ثم الى تيرتشري بيبلش يجهز ابو عشرين حبة لكن بالنهاية فقط وحدة اللي ريتش ماتشوريتي وحدة اللي عن جد بتنضج بتظلها تفرز استروجين هاي بعدين بصير عنا انه انه ده ال FSH خلص انه شو يعني شو يعني انه وجود الاستروجين هو رسالة للانتيريور بتويتر انه خلص يخلف عليك عملتي شغلك هاي في فوليكل قعد بتتطور اوك بعدين مين بيجي بيجي ال لما عيلي الاستروجين انا كانتيريور بتويتر فهمت انه خلص لازم اقلل ال FSH ولازم ارفع ال LH اوك هذا LH شو بيعمل بيكسر اللي يضلوا بصيروا مش حكيت لكنه هي بتبدأ تجهز ابو عشرين حبة لكن واحدة منهم هي اللي عن جد بتنضج هاي اللي بختارها اللي قبل بصيروا شو يعني 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 بيضمحلوا يعني انهم بيختفوا يعني بيموتوا شوف كل نفس الاشي انهم بيموتوا او بيضمحلوا وبيختفوا طيب وجود هذا الاستروجن هو المسؤول عن البروليفراتف فيز تبع تليوترس زي ما حكينا انه هذا الاستروجن هو اللي خلى بطانة الرحم تنمو طيب ماشي بعدين ثاني مرحلة اللي هي الوفيوليشن بتتم بفعل ال LH هذا ال LH بيشغل كولاجينيز انزيم بيكسر الكلاجين عشان يفتح طريق للبويضة انها تطلع وبيفرز اشي اسمه بروستا جلاندين هورمون بيأدي الى اوفيرين كونتراكشن يعني فهمت عليها لانا عندي هاي الفوليكل اول اشي باجي هون بالكولاجينيز بفتح لها طريق بعدين بصير اعمل كونتراكشن يعني كونتراكشن يعني انقباض بضغط عليها بضغط عليها بضغط عليها ليش عشان تفقع عشان تنفجر ربتشر اوكي فبصير عندنا ربتشر فبتطلع هاي الاو او سايت لبرا هاي الاو او سايت عليها اشي اسمه كورونا رادياتا وزونا بيلوسيدا يمكن هذا درسناه في مادة الميد هاي البويضة عليها غطاء بروتيني مهم اسمه زونا بيلوسيدا وعليها اشي هون اسمه كورونا رادياتا اللي هي ما تبقى من الخلايا شوف هيا هون بالصورة شايف هذا اللي بيلون الازرق هي البويضة الاحمر اللي حوليها هذا الزونا بيلوسيدا بعدين هون عندي كورونا رادياتا كورونا يعني تاج رادياتا يعني اشعة فاشعة تاجية اوكي تقدر هيك ترجمها تمام بغض النظر المهم انك تعرف اللي بهمنا الثالث مرحلة هي اللي هي بفعل هذا اللوتينيزن هرمون اللي هو اله بيتكون عندي الكوربس لوتيم هذا الكوربس لوتيم بيفرز بروجستيرون زائد استروجن بس الاهم هو بصراحة يبدون الاستروجن حالفاضي لازم يكون الاستروجن موجود المهم هو اللي بيعمل السكرتوري فيز لليوتيراين سايكل وبيعمل خلص انه يخلف عليك عملت الفونكشن هذا دايما بنشوفه بجسمنا يعني انا هون افرزت الفوليكل لما اطورت الفوليكل هذا الاستروجن وقف الفوليكل بعدين الال اتش عشان يتطور الكوربس لوتيم هذا الكوربس لوتيم افرز بروجستيرون بروجستيرون بيوقف الال اتش اللي هو نيغاتيب فيدباك درسنا بالفيسيولوجي طيب هذا الكوربس لوتيم الان له احتمالين باغلب الحالات يعني ما بصير عنا اخصاب للاسف ما في طفل هذا الكوربس لوتيم بيضمحل بصير لونه ابيض اسمه الكوربس البكنز بعدين بيختفي وطبعا بيروح لبروجستيرون اذا صار في عندي حمل يعني صار في فيرتلايزيشن الكوربس لوتيم بيضل عايش احنا بنغير اسمه بس انا مش كل المصادر بتغير اسمه بصير اسمه كوربس لوتيم شو يعني هو هو بس انه كان هناك اسمه كوربس لوتيم بس بعدين لما حملت صار اسمه كوربس لوتيم طب يعني شو فرق خلال بيضل عايش بيضل عايش اول اربع اشهر من اللي يضلوا شو بيصير عنا بتصير البلاسنتا البلاسنتا هي المشيمة اليوم رح نحكي عنها اكثر شو يعني المشيمة الطفل بيكون محمول في الرحم وفي اشي هون بيغذي تمام هذا اللي بيغذي اسمه المشيمة تمام فبعد الاربع شهور بتصير لوتيم تمام ممكن يجيك سؤال هل الكوربس لوتيم بيصنع البروجستيرون خلال كل فترة البرغنانسي الجواب لا هو بس خلال اربع اشهر الاولى الان سؤال كيف بيعرف انه في حمل ولا لا يعني هو قاعد في المبيض والحمل بيصير في اليوتيراس كيف بدي اعرف انه في حمل من خلال ال بيتا هذا او بدها تعرف انه حامل بتعمل فحص بالبول اوكي شو بتفحص اذا فيه بيتا اتش جي واللي هو الجنين لما ينزرع بيبلش يفرز البيتا اتش جي او المشيمة تبعته بتبلش تفرز البيتا اتش جي الو وظائف معينة اهم وظيفة الو انه يخبر الكوربس لوتيم انه مبروك في حمل فخليك عايش احنا كبشر استغلنا بتسرب شوي جزء منه مع البول فبناخد عينة من البول اذا فيها بيتا اتش جي مبروك المدام حامل اذا ما فيها بيتا اتش جي معناته مش حامل فتذكر انه هو نفسه اللي احنا بنستخدمه لفحص الحمل اللي هو البيتا اتش جي اللي هو مكتوب مكتوب اللي هو كوريونيك غونادوتروبين هرمون اللي هو نفسه ال اتش سي جي هيومن كوريونيك غونادوتروبين بس يعني انا بحب اضلم تذكره بي هيهون هيومن كوريونيك غونادوتروبين تمام طيب الان نروح على تغيرات اليوترس اللي هم المنستر والسايكل نفس الاشي هم تغيرات دورية بيصيروا على الاندومتريم اللي هو الغشاء المخاطي of the uterus اللي هو بطانة الرحم كذلك تقريبا 28 يوم ماشي فقط عند الانثى البالغة طبعا وغير الحامل اذا حامل بيثبت كل شي زي ما اتفقنا بيمر بثلاث مراحل الاصل هاي اسمها رقم واحد بعدين هاي اثنين بعدين هاي ثلاث بس احنا تسهيلا على الانثى بدنا من هاي المرحلة عشان تقتر تعد اوكي لكن كشارح بصراحة مش لازم نبدأ من المنستر والمفروض نبدأ من هون هلا نيجيها طيب ماشي اه طيب بيحكي لك انه دورينج سكرتوري فيز اف دا اه يعني مش بس حتى بالسكرتوري بصراحة هو الاندومتريم بشكل عام ممكن يكون طبقتين ستراتم بيزاليس وستراتم فنكشناليس البيزال لاير اوكي لها شرايينها الخاصة المهم انه it does not shed يعني لا تقشر لا بتكبر لا بتصغر لا بتموت ثابتة وظيفتها انه تريجينيريت الاندومتريم تخيل لو الاندومتريم كله بيختفي بالمنسترويشن تخيل لو هون اوكي شوف لما حكينا بيتقشر ضاحظ انه اللي تقشر هي الفونكشناليس وليست البيزالي تخيلت قشرة البيزالي بتختفي بطانة الرحم من وين درجعها خلص بصير الرحم استعمال مرة واحدة اول دورة شهرية بيختفي الرحم خلص كبنا صح مش منطقي كيكون الرحم استخدام واحد فهاي البيزالي بتضلها عايشة عشان تجدد الفونكشناليس البيزالي بدك تحفظ عنها انه does not shed وانها ريجينيريت يعني بتعيد توليد الرحم الفونكشناليس هي اللي بتتأثر بالهرمونات بيكون لها long spiral arteries خصوصا في هاي المرحلة شايف كيف لها شرايين طويلة و spiral يعني حالة زوني بس بغض النظر المهم انه هي اللي بتتأثر بالهرمونات وهي اللي shed administration shed يعني تقشر هي اللي تقشر اثناء administration طيب المرحلة الاولى خلينا نحكي يس اول شي البيزالي دايما is not affected بايشي المهم خلينا هيك نحكي physiological هاي هي المرحلة الاولى بس بنرجع بنحكي تسهيلا على الانثة حطينا هاي الاولى المهم ال proliferative phase اوكي اللي هي بنقدر نعتبرها هي ال estrogenic phase لانه بيكون فيها estrogen بنقدر نسميها post menstrual لانها بعد المنسترول ياسيدي خلاص بكافية proliferative اوكي بتاخد لها عشر تيام تقريبا بيكون ال ovary بال pre ovulatory phase وبيكون عندي estrogen جاي من الفوليكل هذا الاستروجين بيظل يصير فيه عندي thickness في او يعني هذا الاستروجين بيعملي thickness في ال endometria يعني بيظلوا يكبر 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 بالحجم بعدين اخر 14 يوم اوكي هذا الرقم الوحيد اللي عن جد ثابت هذا الرقم متغير وهذا متغير بس ناش نحكي هلأ في الموضوع بيصير الرحم في مرحلة اسمها secretory phase او pre ministerial انه قبل المنسترويشن او progesterone phase يعني progesterone بنسميها مرات انه فيها progesterone اوكي بغض النظر الاوري بتكون بال post ovulatory phase بيكون في عندي corpus luteum جاي من ال progesterone شايف في شوية استروجين بس الاهم هو ال progesterone وشو بيصير عنا هذا ال endometrium هو already increased يعني انا مش مع اللي مكتوب هون هو already ال endometrium بيكون increased لكن اللي بيعملوا ال progesterone بيحسن الارتريز بيخليهم يصيروا spiral اوكي والميوكس بيصيروا long هاي اللي هي الجزء الافرازي كيف صار طويل اوكي هذا الجزء الافرازي وشو بيصير عنا وين كنا يس بيصير عنا secretion بيصير عنا افرازات عديدة بعدين اذا صار عنا حمل بيضلنا بال secretory للأبد مش للأبد طبعا لحد ما ينولد الجنين اذا ما صار في حمل زي اغلب الحالات بندخل بال minister وال phase اللي هي برضو بتكون يعني ال over بلشت بس لسه ما يجا الاستروجين فانقطع الاستروجين والبروجستيرون انقطعوا فشو بيصير عنا بصير عنا تضيق في الارتريز فبينقطع الدم بعدين بعدين شو بيصير عنا ال endometrium degenerates بيضمحل بيطلع مع المخاط ومع unclotted blood يعني مع دم وشو بيصير فيهم بيطلعوا من خلال الفجاينا هذا الطمث او الدورة الشهرية اللي بتشوفها الانثى اوكي that's it وتسهيلا للانثى انه تعد خلينا هاي تعتبر رقم واحد وهي بالنهاية cycle فما بفرق طيب vaso يعني blood vessel construction يعني تضيق ischemia يعني نقص تروية فبتموت هاي الخلايا ف بيصير عنا shedding او تقشير وbleeding في حال في عندي fertilization الكورباس لوتيم بيظل عايش بيصير اسمه كورباس لوتيم أو بريغنانسي زي ما اتفقنا بيخليها تظلها تفرز بروجستيرون الان يعني خلينا نحكي اشي ما بعرف اذا قدش بهمنا لكن اهتملي بهذا المصطلح disegua disegua معناها endometrium of pregnancy الانثى لما تحمل الاندومتريام تبعها اخترنا نسميه disegua ليش انا وياك ما بهمنا يمكن تبعونا النسائية حتى هما ما بهمهم بس يا سيدي يعني فلسفة زيادة بالعلم حبينا نسميه disegua اي مصطلح بتحسه غريب اكتبه على ورقة جنبك انا وانا بدرس embryology بالعادة ف disegua انت ممكن تحس شو هالاسم الغريب خلص احفظه هو endometrium of pregnancy نفسه الاندومتريام لكن لما صارت الانثى حامل صار اسمه disegua disegua هو endometrium of pregnancy بقسمه لثلاث أجزاء ارضو انا بشوف انه اشي ما بهمك يعني علم لا ينفع بس سيدي خلينا نحكي هذا الجزء هلا انت كيف بدك تتخيل هاي بطانة الرحم اوك بيجي الجنين ما ينزرع جوا يكبعمل بلج صح ولا لا زي ما هو مبين هون بالصورة اجا الجنين انزرع داخل بطانة الرحم فصار في تحته بطانة الرحم فوقه في بطانة رحم وفي بطانة رحم بالأماكن الأخرى فاختاروا يسموهم disegua اللي فوقه اللي هو الاندومتريام اللي فوقه اسمه disegua capsularis كابسولة انه زي كابسولة فوق الجنين بيزالس قاعدة تحت الجنين اللي يظل parietalis جداري يعني حفظ الأغراض بالامتحان فيش فيها ايش يفيدك بحياتك فعليا لكن المهم انه disegua اللي هي الاندومتريام of pregnancy اوكي disegua is the endometrium of pregnancy ثلاث طبقات بيزالس تحت الجنين فبين الفيتس والميومتريام اللي هي عضلات الرحم اوكي هلأ بنشوفها كمان شوي لما نحكي عن المشيمة disegua capsularis اوكي اللي هي بتغطي covers the fetus شي للأول هما البريتش بحطوا أو بس خليها فيتس اسهل ما بتقرأ هاي الأول فهو فيتس فيتس يعني جنين parietalis جداري اللي هي lines يعني بتبطن بقية اليوترس اوكي خلاص على الرسمة بتكون اسهل سوء ايش اسماءهم نتذكر capsula basal قاعدية parietal جداري اوكي طيب ماشي جزء طويل وصعب فعليا المنستر وال cycle لكن يعني حاولت قدر الامكان اني اسهله رح اعمل pose خلينا هيك حتى يعني نقطع الفيديو نحاول نجزقه بل كيكون اسهل عليكم وعلي عشان يعني اريح صوتي شوي يعطيكم العافية وبالتوفيق